كنيسة سيدة الجبل للاتين في بلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون هي واحدة من الكنائس القديمة في المنطقة حيث أقيمت عام 1932 على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد وهي من المواقع الخمسة المعتمدة من قبل الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن والعالم نظراً لوجود مزار مقدس فيها نورسات زارة الكنيسة وعدت التقرير التالي محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة تتمتع بتقصها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية يا مجيد أنت هي بيته وفيك ننطق الإله ونستمد منه الحياة نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للدين فهذه الكنيسة تأسست عام 1932 أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصريب المرسومة على جدرانها وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة منهم الأب يوسف سلام راع الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد حدثنا بإجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينال بركة سيدة الجبل العظراء مريم فيك نعارف الوصايا ونعشق الصلاة أنت هي يا فلك نوح من ملجأ لكل الخطاة عنجرة مسكورة في الكتاب المقدس باسم المسبح العهد القديم وسفر الملوك وبحسب التقليد الكتاب المقدس أنه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا وكمان الملك داود إيجا على عنجرة بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العظراء مريم إيجم على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن لأن احنا عارفين الكتاب المقدس أن المسيح بشر في العشر مدن فبعد ما تعمت في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جارش وفلادلفيا والكريسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكى كمان التقليد أنه لما يجى المسيح إجت معه مريم وكانه بيقود هون على تلة الجبل وبيشوفه ناحية التانية من الضفة مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة سيدة الجبل موسيقى الكنسة تبنت تقريباً سنة 1925 كان دائماً في مسيحيين في عنجرة أول خوري كان أبونا أنجلو هو إيطالي هو اللي بنى الكنيسة وأبونا أنجلو توفى في عنجرة هو وامو ومثلين هم اللي فينا عندنا في الدير مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطرياركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم بس يمكن يكون هم يشي عندنا في المزار هو تمثال ماريام تمثال العذراء ماريام هاي تمثال عمره تقريباً 200 سنة مصنوع في إيطاليا سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا ينظفوا المزار زي دايماً شافوا إنه التمثال بيغض الوش بيغض شوية طبيعة بشرية وبيب كدام الرهبة بدأ تمدد هنا الناس من بره عشان يجي يدخل يشوفوا الأولاد يخضلوا يشوفوا التمثال ويصالوا الناس كتير شافت الدم وهو موجود بنازل على وش العادرة عمالنا التحليل معروف إنه دم بشري دم طبيعي بشري 100% ما عرفناش الفصيلة بالزبط بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون وناس كتير بتيجي تصلي وكتير بتحصل معجزات نحن كل اسبوع أو كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشافي بشفاة العادرة بيجي ناس كتير مش بس مسحيين لاتينا أو كاتوليكا أو أرثوذوكس بيجي كمان من كل الديانات تقريبا بيجي هنا على المزار يصلوا عند العادرة ويوجدوا خدمتي في الكنيسة تقريبا من أربع سنوات شغلنا مع الرعية في القدس اليومي والسجود والقدس في المزار كمان في الأعياد ويوم الجمعة بتصلي دائما قدس هون حاجة تانية في المزار مهمة إنه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة البطاركية اختارت كمان إنه عنجر يكون فيها باب للرحمة في هاي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسحيين حجاج كان كل بييجي وبيعترف وبيصال القدس وبيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة موسيقى في عندنا كمان لايكونات هادول هادول رسمهم فناني بريطاني وهو حاب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المزبح الوردية فبنشوف أسرار المجد أسرار الحوز فيه كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور فلما بيجي السايح أو بيجي الحجاج دايماً والحاجة بيعملها بيصال عند العذر أو العشام ودايما الناس بيجي هون بيكون دايماً في نعمة خاصة دايما الناس بتحكي إنه في نعمة في حاجة لمسيتهم ومش بس كمان المعجزة بتحصل على مستوى الأوردن لكن كمان فيه ناس بارة مجرد إنهم عندهم السورة بتاع سيدة الجبل أو بيصالوا الصالوة مردوا طلبوا نحنا ولعلهم شامعة ودايماً بيكون فيه إشي فوق طبيعي بيحصل فيه معجزة بتحصل بتعاليمك المضيئة أنت سيراج طريق وبأسرارك النفيس نايا سوع الرقيق تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخياً بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة واجزة في أحد كهوف عنجرة وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أوروشاليم وصولاً للهر الأردن مروراً ببلدة عنجرة موسيقى بك تجدد دادت حياتنا وعلدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ديد ملجأي في كل ديد